النواب عن قائمة حب مصر افضل صورة في اللارسة الاولى برنامان وهو ما اعتبره ان ديك في كلامها وفي الصورة بتاعتها وفي الانسان اللي نرحت انها تتحدى كل حالة لان الهاد ابراهيم انا بقى اراها من الناس اللي اثبتت ان المستحيل وهم في عقول الضعفاء لما تقول لي فيه مستحيل المستحيل الوحيد الموت محدش يدر عليه اي حالة تانية ممكن اي حد يعمل عنده القناعة ده وعنده الثقاف نفسه نعمل ده لهاد ابراهيم كده هي دي مخدت الصورة مواقع التواصل يعني في تغريدة مولودة بتقول ان لهاد ابراهيم المدرس المساعد في كلية ابناء دعمة انشامس الفائزة بطولة النمورية في السباحة للمؤقين سبع مرات الرسالة تانية وتغريدة تانية بتقول انسانة مبهرة لستاذ الهاد ربنا وفاها رب والتالت بول ربنا وفاها اخيرا حاجة عدلة فيما عاد الفنان القدير نبيل الحلفوي هو نشر الصورة على حسابه الشخصي موقع تويتر والملاحن عادي شافحي برضو نشر الصورة عايز اقول ومناسبة يعني الاستاذ نبيل الحلفوي وحيش نال يا استاذ نبيل ونفسنا او بس اما ربنا يساهل والسد ويخلص يعني اذا كان لنا عمر نفسنا يعني يعني انت كواحد من الناس المحترمين لدن انا شخصيا كمواطن بحبك لدن كفنان عظيم وكوطني محترم وراجل صاحب موقف طول عمرك يعني الملخص الل كل احنا عندنا نماج certified عايزين هي دي اللي نطقي الضوء عليها ما نقفش بقى قدام حاد صغيرة حصل بقى فالس شعب ما نقفش قدام السلبيات يعني ذلك انا عايز اقوله عايزين ينمي الحادات واحنا عندنا ما احنا فيه عندنا يعني عندنا كمان ف يعني عندنا ناس كواسين موبدين ومش عايزين نقف قدام الحادات الصغيرة والحادات اللي ان احنا لان ده هو ده كأننا إحنا بنبحث عن السلبيات لإحنا كفاء علينا خمس سنين خمس سنين دلوقتي الأغلبية الكاسحة في الإعلام والنخبة وكلام لا يتكلمون عن سلبيات سيبين كل حد واتكلموا لك يوه شفت بتاع طب ما يا عم ما هو ما في حالات إدعبية وفي حالات كويسة وبعدين على جالسة أولى مش عايزين ندي الموقف ده طب مدينة عبد العزيز مرشحت اللي النائب عن حلوان دينة عبد العزيز اللي هي مجلسة العلوم سياسية نعمة القيارة بحيث الدكتوراه في العلوم السياسية بحيث اقتصادي واحدة بقى قدرت تنزل بقى أخدت البتاع دي على زي ما يقولوا على 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 دراحها يعني النجاح بتاعها ده شي طبيعي جدا لما تبقى في ده وعدم خبرة وكلام ده كله ونها بتتكلم على القسم ونها بتتكلم مش عارف تقول إيه وإيه والله العظيم كلها شاه وتفرروا على 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 نجوم هذا البرلمان بس إحنا عايزين لو إحنا بقى كإعلام وكمواقع تواصل ابتماعي تحديدا النهاردة بنقايم كل واحد على أداءه مش على الأدوار اللي هو بيعملها أي حد بيحاول أن يلفت الأنظار وكلام ده نلغيه من ذكرتنا عشان يبطل ده وهنا النهاردة الحاجة الحقيقية اللي تخلي أي واحد لو بيحاول النهاردة يعمل يعني بيختف الأداءه بزي ما يقوله بيختف أي حاجة بكلام خارج عن عن المضمون وخارج عن الحدود وخارج عن كل حاجة ولا ننساء ولا حتى نقرر لعمله هو ده اللي تخليه ما أعملش كده تاني بس إحنا النهاردة المجلس إن المجلس أصلا عليه هجوم الله أعلم قدي لأن المهمون من المجلس ده في أول في أسرع وقت ممكن والمجلس ده أنا شايفه النطوق النجاح بتاع مصر والناس اللي فيه ناس كلهم موطنيين ومحترمين ومواطنين مصريين ودخلين عشان نعملوا عايزين نساعدهم كمان إحنا نساعدهم بأن أنا ما أهللش الواحد عمل حاجة غلط إن أنا ما اهتمش بالحاجة الغلط وما ديش الحاجة الغلط من الساحة الناس بتردد على برضو التواصل الارتماعي في حاجات كتير بيدي فيها فالبعض مبسوط أهو اسمه بتردد حتى لو ما نسوف في حاجة غلط لأ أنا لم يحاجة غلط أن أنسا هو لما يلاقي نفسه منسي مش هيا فكر يعمل ده تاني النهاردة دكتور عبد العالي عبداللواب النهاردة رئيس مجلس النواب النهاردة بالتقى بنائب رئيس مجلس النواب الكويتي ورئيس لجنة الصداقة الكويتية المصرية اللي نقل تهنية الأمير ورئيس البرلمان ليه والنهاردة في مجلس الأمريكية بتقول النهاردة انعقاد مجلس النواب أول خطوة أو خطوة نحو هدف السيسي في الحكم الديمقراطي طبعا هو كان كل عمال يتكلم أنك أنت خريطة الطريق خريطة الطريق وكان رهانهم أن نحن مش هنقدر نعمل انتخابات الوضع اللي في مصر الإرهاب اللي في مصر والإخوان والقاتل والتفجير مع الحالات اللي بتحصل دي كلها أن نحن مش هنقدر نعمل انتخابات هو ده كان الرهان فالحقيقة كل ما بيرهنه الحقيقة بتوكسه وكل ما بيرهنه على حالة الشعب المصري بيوكسهم وليش مصري بيوكسهم وشرطة مصري بتوكسهم وقابلهم كلهم رئيس مصري بيوكسهم فالنهاردة إدراء الانتخابات وعشان ولزء من المقاطعة كان فيه ناس من اللي بتمشي الغرض ده إنهم عايزين أبينهم إن انتخاباتها دي للناس لزء من اللي كانوا بيقاطع ولزء التاني حافظ مش فاهم مالغة سنة المحقيقة وليم الدين دهرهم لمصري ومش عارفين أي حالة الشباب اللي مضحوك عليه ده فهو النهاردة يا بيع إنما كانوا هي بيع عايزين يبينوا إنما ما فيش في القانون يقول الانتخابات لو قالت عن كاسة ما تنفعش الانتخابات بالأصوات دي حتوب بانتخابات وفي مجلس نوب حيلي بالأصوات دي وقال لي من دي وبأي حقيقة يعني متحددة هي كلها بس النهاردة أنا النهار فبرة هم مش عارفين مش عارفين اللي قلنا حاجة يمسكوها لسه بيدوروا بقى النهاردة كان فيه اجتماع للرئيس السيسي وشوف الارتماع ده في مين الرئيس السيسي والفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والنتائل الحربي وقادر العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والنتائل الحربي ودكتور حسام غازي وزير الموارد المائية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة دول اللي قعدوا اجتماع السفير علاء يوسف في متحاد السرائيس السرائيس النمويلية قال ان تم استعراض عدد من مشروعات التنمية طب ماشي عشان كده دايما لما بيبقى فيه اجتماعات ما بين رؤساء دول اجتماعات زي الارتماع ده الارتماع ده شكله كده في الارتماع ده لا ده كانوا بيبحثوا حالة تانية مش التنمية يعني ده يعني يعني في الموضوع لا في الموضوع تاني اكيد لما يبقى رئيس الدولة والقاعد العام لقوات المسلحة وزير الراي ورئيس المخابرات العامة تنمية ايه اللي حابحسوها ده قويس قوي التنمية والحدد دي كلها على اي حال احنا يعني انا عندنا مشاكل وناس كتير وناس كتير قلق انا وطبعا الاخوان عالين ينفخوا في حكاية سط النهضة والكلام ده كله مصر يا عارفة تعمل ايه مصر عارفة بتعمل ايه والحمد لله احنا عندنا دولات القيادة السياسية يعني لا حتاخد مصر في مغامرة ولا حتفرط في حقوق مصر يعني عشان تبع المسألة ما فيعاش زار لا حتفرط ولا حتاخدنا في مغامرة وكل حاجة ومعروف ان هذه الحادات اللي بتعمل ولازم نبقى فاهمين ان اثيوبيا اثيوبيا مغلوب على امرها في رأينا المتواضعة انما لما نقرأ كده الحادات اللي بتحصل لهم رأيهم ايه ده هم رأس مغلوب على امرهم ويعملوا كده ويعملوا كده وما توافقش على ده وما تعملش ده وامل ده ده اللي هلهم اللي بيلعب الديم واللي بيلعب الديم مش اسوب ياسوب يا انا تدرش تلعب الديم ده وهي اضعب كثير انها تلعب هذا الديم في ظهرها حد وفاهمة انما اسوبها مفيش حد هينفعها في الاخر لان اخي انت لما بتوصل المسألة انك بتحط ضارف الحيط انا ميت ميت يعني اذا كنت بتعايز انك تعطش مصر لا مش هيحصل ده فلازم نبقى وانداشين البعض اللي بتكلموا انا عايزين شفافية يعني انا اتحكت لده انو كان حد كاتب برضو من النخبة كده واللي بقولك الشفافية ولا عبود ده من مش عارف ايه الشفافية يعني انت محتاج لما يبقى فيه ابتماع بيبحثوا فيه امر من امور رهدية هاتلي دولة في العالم في مثل هذه الامور بتقول ايه اللي بتقول هاتلي دولة في العالم بتقول شياستها بتعمل ايه فيه اللزء انما اللزء الاكبر اللي هو غاطس تحت اللي محدش شايفه ازاي يعني احنا بنهزر يعني كان المفروض بسلا موازعي برضو لما كان الضغط الكبير لده على الرئيس السادات في الاخر لما كانوا يتكلموا ويقولوا له طب امتى وحدثوا وحيقولكوا عن عارب امتى مثلا معقول الكلام ده يعني لما كان مثلا بيتهمه ان ما فيش حالة وفي الوقت اللي كل الاتهمات دي شغالة يعني انا طبعا كان الاتهمات ايه حاحت كان في الفترة دي في القوات المسلحة شايف شايف هو بتضرب ازاي وشايف اللي بعمله ازاي ويطلع بره البعض وهم البعض برضو هما اللوز يعني اللوز اللي عمل برضو بيشاعاته طبعا كان الدول كتيرة بتضدك وكلام ده كل يعني صدفة كده يعني كانت مثلا لما تيلي تاخد اي قوات من اللي كان بتتضرب لما تيلي مثلا انك انت النهاردة عشان تعمل مثلا انشاء كباري البراطيم دي هي تلي بتتفتح بتعمل دي كلها قد ايه المهندسين العسكريين اتمرانوا على ده على فروع النيل قد ايه شهر اتنين لا احنا بنقول سنة واثنين وثلاثة مش شهر واثنين قد ايه لما لما مصر ابتدت حنفة حسات الترابي عرفنا ازاي يعني بالمية وازاي ان احنا استغلينا فرصة ان حريق الابرة اللي حصل وقلنا عايزين احنا معرفناش نطف الابرة فعايزين ترنباط عشان العربيات الحريق ونقدر لما بعدنا حريق ما تروحش اصرنا وكلام ده كل واشترينا اللي احنا عايزينه كله من من الالمان من غير ما يعرفوا اللي احنا نابينه اللي ايه اتدربنا اقديه على ده في كل تدريبات المدفعية اتدربت اقديه وذكر المدفعية بس اذكر يعني المشير محمد عب حليم ابو غزالة رحمة الله عليه ويعني ربنا يرحمه ويديله على قد الرأي لده محمد الحجات ده بطل من من الابطال واحد من الرموز مصر الحقيقية ابو غزالة الحقيقة الاستاذ بيحاول انه يجرح فيه لانه ما فيه فيه خطة ممنهجة انه ما يباش عندك رمز انك ما رمز لا ده ابو غزالة اللي وكان في حرب اكتبر رئيس مدفعية الديش التاني كان عميد ساعتها ورئيس مدفعية الديش التاني انما يسئل ابو غزالة عمل ايه بطلط singular فيه في حاجات ايه احنا ما السلاح ما السلاح مع كل الناس احنا كان السلاح اللي معانا اقل بكتير من اللي برة ايا يا امير ثايب السلاح اللي كان معانا كما كان وكيفا اقل بكتير من اللي في ايدا العادو انما احنا عملنا ازاي ده اللي قدرنا انتوره ازاي وبعدين اللي شايل السلاح مين خير قلنض الارض ادي تف reco فأبو غزالة وغيره 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 الشغل اللي اتعمل بقى كل الشغل اللي اتعمل شغل كتير شغل بتاع خمس سنين انك انت بتتدرب خمس سنين كان نفسك الحرب بتيلي لان خلاص نفسنا الحرب بقى تيلي من كتر التدريب ومن كتر الكلام ده كل هل كان مطلوب ان احنا نقول بقى ان احنا خلاص ادرنا نحل مشكلة السطر والطرابي وادرنا نحل حناخد خط برليف ازاي ده خط برليف اللي هو 31 نقطة قوية ده احنا مقاعين ست نقطة في اول ليلة ده احنا بعد ثلاث يام كنا مقاعين كل النقطة القوية مع هذا النقطة اللي سبناها في اخر اللي كانت عند برفقات كان لقى كنا نعلن بقى كل حتة في الليش سيخلص اقول ان احنا تمام يا فنم ونعلن في الدرايد ويدي بتاع الشفافية والقسوس حمزاوي وغيره وغيره يعني ولا ايه مين يا اميرة